موسيقى أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار دبلوماسي ضيفنا في هذه الحلقة سفير البرازيل في المملكة العربية السعودية السيد فلافيو ماريغا موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى أهلا وسهلا بك سعاد سفير العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وريد جانيرو تعود إلى العام 1968 خلال هذا المشوار الطويل كيف تقيمون ما وصلت إليه العلاقات اليوم حسنا أشكركم وأهلا وسهلا في البداية أود أن أشكر قناة روتانا خليجية في برنامج حوار دبلوماسي على إعطاء هذه الفرصة لكي تواصل مباشرة العلاقات الثنائية ما بين البرازيل ومملكة العربية السعودية علاقاتنا الثنائية ابتدأت منذ عام 1968 بأقل من سنتين سوف نحتفل بخمسين سنة من العلاقات الدبلوماسية وهذه علاقة مهمة جدا في 1973 افتتحنا السفارة في البرازيليا وفي جدة وفي 1986 عندما انتقلت العاصمة الدبلوماسية من جدة إلى الرياض انتقلنا إلى الحي الدبلوماسي حي السفارات حيث مقرنا اليوم عملتم ساعات السفير في الرياض بين العام تسعين واثنين وتسعين كنتم سكرتير ثالث في إدارة القسم التجاري والشؤون القنصلية كيف تنظرون إلى الرياض بين التسعينات واليوم كما تتخيلون هو شرف كبير لي أن أعود كسفير للبرازيل حيث كنت ممثلا لبلدي في حكومة البرازيل مع الحكومة السعودية أود أن أضيف أنه بما يخص العلاقات الثنائية فإن في هذه الحوالي خمسين سنة تقريبا كانت علاقة جيدة جدا مع المملكة مقارنة مع الوقت الذي كنت هنا منذ خمسة وعشرين عاما فإن التقدم الذي أنجزته المملكة هو أكثر ما أبهارني التطور التنمية التنوية الاجتماعية وأيضا أجد أن السعودية أصبحت أكثر انفتاحا اليوم يجب أن نتذكر أن في ذلك الوقت كانت هناك قناتي تلفزيون صحيفتين فقط لم نكن هناك إنترنت في ذلك الوقت وهذا صعب أن نصدقه لكن لم يكن هناك إنترنت لذا فإننا أصلا كنا نستقي معلوماتنا عن طريق قناة بي بي سي إذاعة بي بي سي حيث كانت هذا مصدر المعلومات اليوم فإن البلد أصبح أكثر انفتاحا هناك الإنترنت هناك مجتمع نابض بالحياة ومن الجميل جدا أن أعود وأن أرى كل هذه التنمية والتطور في المملكة في هذه السنوات سعادة السفير معروف عنكم أنكم من أكثر السفراء نشاطا ونجحتم منذ تعيينكم سفير في الرياضة 2014 إلى اليوم في رفع التبادل التجاري من 200 مليون دولار إلى 6 مليار دولار كيف حققتم هذا الإنجاز الضخم وما هي فرص نمو هذا التعاون بداية على مستوى التجارة ما بين السعودية والبرازيل هو بحوالي 6 مليار دولار سنويا في السروات الأخيرة من الجانب السعودي نحن نستورد النفط طبعا من المملكة العربية السعودية والموازن البيتروكيمائية والأسمدة ومن الجانب البرازيلي نحن نصدر طبعا الأخشاب السكر حبوب الصوية الدجاج اللحم البقري والذي افتتح مؤخرا أمام منتجاتنا ولكننا أيضا نقوم بتصدير العديد من المنتجات الصناعية من العربات إلى الأدوات إلى الطائرات إلى مصنعي قطع الغيار أيضا وهناك شركتين في السعودية كفلايناس والسعودية وأيضا سعود أرامكو كما ترون إذن من المهم جدا أن ننظر إلى هذه العلاقات لأنها الأكبر في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا ومنذ وصلت إلى هنا فأنا أعمل على إجراءات مؤسساتية جديدة لتطوير التجارة مثلا نحن نتفاوض مع الحكومة السعودية حول اتفاقيا لأن يكون هناك تأشيرات عمل لمدة خمس سنوات لتساعد كثيرا على الاستثمار والتجارة نحن نتفاوض معهم أيضا حول اتفاقيا للترويج وحماية الاستثمار لأننا بدأنا نجد استثمارات سعودية هامة في البرازيل واستثمارات برازيلية في السعودية وفي الجانب الثالث أيضا والذي أعمل عليه فهناك اتفاقية ما بين الجمارك في الجهتين مع الجمارك السعودية والبرازيل لتطوير وتسريع التجارة ما بين البلدين لإنهاء كافة الأعمال الورقية بشكل إلكتروني إذن نتفاوض معهم أيضا حول اتفاقيا في مجال الدخل الحكومي ومجال الجمهوركي مما سيساعد على تنمية التجارة بين البلدين كيف تنظرون سعادة السفير إلى العلاقات بين الدول العربية والدول أمريكا الجنوبية خصوصا أن كان لكم إسهام في نشأة هذه اللقاءات التي تحصل كل أربع سنوات وما يسمى الأسبا نعم أولا من المهم أن أقول أن بالرغم أن هناك مسافة هائلة جغرافيا ما بين العالم العربي ودول جنوب أمريكا والبرازيل فهناك تأثير كبير في دولنا في منطقنا بسبب مرحلة الاستعمار الإسباني والبرتغالي في حالة البرازيل مثلا هي البلد الناطق بالبرتغالية الوحيد في قارة الأمريكية الجنوبية وأيضا الوجود العربي في الأندلس عندما كان العرب موجودين في شبه الجزيرة الأيبيرية إذن منذ بداية المرحلة الاستعمارية في البرازيل في دول أمريكا الجنوبية كان هناك الكثير من التأثير من الثقافة العربية فقط لكي أعطيك مثالا هناك حوالي أكثر من ثلاثة ألاف مفردة أو كلمة في اللغة البرتغالية تأتي من أصل اللغة العربية كما ترون إذن هذا تقريد وتراث طويل بشكل خاص بما يتعلق بالبرازيل فمنذ القرن التاسع عشر وحوالي 1860 كان أول العرب الواصلين البرازيل من سوريا ومن لبنان واليوم لدينا جماعة أو جالية من أصل لبناني وسوري هناك حوالي ثماني ملايين نسمة من هذا الأصل الأصل السوري واللبناني لذا كنتيجة لهذه التشاركية وخاصة على المستوى الثقافي في عام 2005 فقامت الحكومة في عام 2005 بفكرة أسبا وهي مبادرة ثقافية ما بين 22 بلد عربي ودول أمريكا الجنوبية بحيث يمكن لنا أن نتحاول حول كافة القضايا المشتركة لكي نضمن حوارا ما بين الطرفين القمة الأولى كانت في عام 2005 في برازيليا والثاني في 2009 في الدوحة في قطر القمة الثالثة في 2012 في ليما بيرو والقمة الأخيرة في العام الماضي كانت هنا في الرياض والتي كانت بتقييمنا قمة ناجحة للغاية كان ذلك الحدث منظما على أعلى المستويات من قبل الحكومة السعودية وينبغي أن نشير هنا أن النتائج التي تمخضت عنها تلك القمة كبيان الرياض تم اعتماده بالإجماع من قبل كافة الدول العربية الـ 22 والدول الأمريكية الجنوبية ومما يعني أن كافة القضايا التي طرحت في المناقشة في تلك القمة كانت تحظى بالاتفاق والإجماع حول كافة القضايا الدولية وكيف يمكن لنا معا أن نجمع الدول من المنطقتين إذا أخذنا الجانب الاقتصادي في هذه العلاقات بين 22 دولة العربية و12 دولة في أمريكا الجنوبية كيف تعتقد أن الطرفين يستطيعون التغلب على هذا البعد الجغرافي وما يحمل من تكلفة نقل البضائع بين الجهتين أعتقد أن القضية الكبرى الأولى بخصوص تطوير علاقة تجاري مع العالم العربي والدول الأمريكية الجنوبية هي النقل كما تعرف من أهم المناقشات في قمة الرياض لأنه كانت هناك لجنة وكان هناك مؤتمر مع القطاع الخاص وأحد الطروحات كانت دراسة إنشاء خطوط شحن خاصة يمكن من خلالها تطوير التجارة ما بين أمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط اليوم أمامنا واقع حيث يوجد الكثير من الخطوط الناقل تذهب أولا إلى أوروبا ثم تنتقل بعدها ذلك إلى الشرق الأوسط ومن ثم إلى دول الخيج وهذا بالطبع يعني يزيد من تكاليف النقل إذن النقل هو من أهم الأشياء التي ينبغي معالجتها لتطوير التجارة ولكن أيضا علينا أن ندخل في حوارات كما الحوارات بين دول ماركوسور وهي الدول البرازيل، أرجنتينا، باركوي، أوركوي وفنزويلا نحن في حوار مشترك مع دول مجلس التعاون لكي نصل إلى اتفاقي تجارة حرة يعني إلغاء الحواجز والتعريف الجمركية لكي نحقق تجارة حرة هناك الكثير مما يمكن لنا أن نعمل عليه وتأمين كافة آليات العمل وهذا يساعدنا على التقدم وتطوير إجراءاتنا لتنمية التجارة والاستثمار في سعيكم للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول ماركوسور التي ذكرتها لتشمل أرجنتينا، برازيل، باركوي، أوركوي وفنزويلا ودول مجلس التعاون الخليجي أعتقد أن حتى تنجح هذه الاتفاقية تم تجاوز بعض المنتجات مثل البتروكيميكلز لتكون مستثناء أو تتم دراستها لاحقا أولا نتحدث عن ماركوسور فهي مشابهة جدا لمجلس التعاون الخليجي هي مشروع لسوق مشتركة في المستقبل سيكون لدينا تجارة حرة ضمن المنطقة ولكن هناك حرية حركة الأشخاص والأفراد والاستثمارات المرحلة التي وصل إليها التطور في ماركوسور هو مشابه إلى حد ما هو في مجلس التعاون هناك الكثير من عناصر التجارة الحرة والتي تم الاتفاق عليها حول السوق المشتركة والتعارفة الجمركية وهي أيضا في قيد البناء إذا نظرت إلى الاتحاد الأوروبي وهو الصيغة الأكثر تطورا من الاندماج والتكامل الاقتصادي فقد استغرق وقتا طويلا لكي يصلوا إلى معهم عليه الآن إذن هذا أمامنا في ماركوسور وفي جي سي سي مجلس التعاون هناك مفاوضات توقفت في 2006 لكي تصل إلى اتفاق التجارة حرة ما بين ماركوسور ومجلس التعاون نناقش حاليا التجارة الحرة وكيف يمكن أن نصل إلى تعرفة جمهورية تساوي الصفر ولكن بسبب قطاع البتروكيمويات في دول مجلس التعاون وخاصة بشكل في المملكة العربية السعودية قطاع قوي جدا فإن شركات البتروكيمويات في بلدنا طلبت من الحكومة أن تتوقف عن هذه المفاوضات وهذا حيث نقف الآن لأن هذه المناقشة توقفت الآن ونحن بانتظار اللحظة التي يمكن لنا أن نعيد بها إطلاق المفاوضات يعني ستتم اتفاقية التجارة الحرة ولكن ستؤجل البتروكيمويات نعم رأينا فكرتنا أن نعود إلى المفاوضات في المستقبل وبالواقع فقد نقشت هذا مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي ولكن في الوقت الحالي نعتقد أن الظروف ليست متوفرة لكي نستكمل تلك المفاوضات إلا أننا نستطيع العمل بشكل ثنائي كالبرازيل والسعودية ومع الدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون وأيضا مع الدول الأخرى هي أعضاء ميركوسور للحد من قيود التجارة لكي نصل إلى اتفاقية تشمل كل المنظمتين ميركوسور ومجلس التعاون الصحيح الانطباع الموجود بأن الدول الصغرى هي المتضرر الأكبر هل نستطيع أن القول أن الدول التي لديها أنظمة متقدمة أكثر وقوانين أفضل للتجارة هي التي استفادت أكثر من التجارة العالمية في لقاءات الأسبا القمة العربية الأمريكية الجنوبية هناك بعيدا عن الاقتصاد أيضا ملفات سياسية ودعمت دول أمريكا الجنوبية العديد من القضايا العربية والرأسية قضية فلسطين من الجميل جدا أن أعود وأن أرى كل هذه التنمية والتطور في المملكة في هذه السنوات إذن النقل هو من أهم الأشياء التي ينبغي معالجتها لتطوير التجارة نحن في حوار مشترك مع دول مجلس التعاون لكي نصل إلى اتفاقي تجارة حرة يعني ستتم اتفاقية التجارة الحرة ولكن ستؤجل البتر كموية نعم رأينا فكرتنا أن نعود إلى المفاوضات في المستقبل وبالواقع فقد نقشت هذا مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي ولكن في الوقت الحالي نعتقد أن الظروف ليست متوفرة لكي نستكمل تلك المفاوضات أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة اليوم برنامج حوار دبلوماسي ضيفها سفير البرازيل في الرياضة السيد فلافيو ماريغا أهلا وسهلا بكم مجددا سعد السفير كيف تنظرون إلى وضع الاقتصاد العالمي أنتم عملتم في جينيفا بين العام 92 و 96 في منظمة التجارة العالمية برأيي فإن العالم اليوم يمر بمصاعب اقتصادية لم يتعافى منها إلى الآن لم يتعافى الآن من هذه المشاكل الاقتصادية منذ عام 2008 وإلى 2009 في الحقيقة منذ ذلك الوقت فإن حكومات أغلب الدول النامية لجأت إلى سياسات مالية بمعدلات فائدة منخفضة جدا في القروض العامة وأيضا من الناحية النقدية أيضا بالبرامج التسهيلية بحيث لا تسمح بالاقتصاد أن يذهب إلى ركود في 2008 و2009 وفي الأزمة كانت تلك الأزمة الأسوأ التي شهدها العالم في الثلاثينات في القرن العاشي في أمريكا وبالرغم من هذه السياسات المالية والنقدية التي لجأت إليها أغلب البنوك المركزية منها بنك المركزي في البرازيل في 2009 فإن الاقتصاديات لم تتعافى هذا طبعا أثر على التجارة لأن اقتصادات العالم مرتبطة بالتجارة وإذا لم يتعافى الاقتصاد لن تتعافى التجارة بالنهاية فإن حجم التجارة العالمية أحيانا كان أقل من معدلات النمو في الاقتصاد العالمي أحيانا كان أعلمها بقليل ولكن ما زالت المشكلة هي في الاقتصاد بشكل عام ما زالت تؤثر على التجارة وتؤثر أيضا على الازدهار وعلى النمو في أغلب الدول التفاقيات عديدة خرجت سنوات الماضية منها عبر منظمة التجارة الحرة تفاقيات التبادل التجاري والتفاقيات القات من هي الدول التي تستفيد أكثر من هذه الاتفاقيات وهل صحيح الانطباع الموجود بأن الدول الصغرى هي المتضرر الأكبر كما نعلم كما نعلم فإن منظمة التجارة العالمية هي تلغي اتفاقية التعرفة الجمركية القديمة غات والتي أوجدت بعد الحرب العالمية الثانية للنهضة بالتجارة وتحرير التجارة ما بين الدول الأعضاء والبرازيل من الدول المؤسسة لها أيضا في 1995 فإن منظمة التجارة العالمية دخلت حيزا للتنفيذ وبدأت بالعمل أيضا اتفاقية الجات لا تتعامل فقط مع إنعاش التجارة وإنما خدمات التجارة أيضا الحقوق الفكرية المرتبطة بالتجارة أيضا إذن عندما أنشأت منظمة التجارة العالمية فأعتقد أن كانت هناك فهما عاما حول تحرير التجارة وفتح الحدود خفض التعريف الجمركية كانت إجراءات جيدة للاقتصاد عموما شخصيا أؤمن بذلك لأنني لبرالي فيما يتعلق بالتجارة ولكن ما بعد الأزمة المالية في 2008 فقد كان هناك انخفاض من حيث أن التجارة أو تحرير التجارة لم يكن بالنسبة للاقتصاد أمرا جيدا والآن في منظمة التجارة العالمية كأحد المؤسسات المسؤولة عن الأزمة التي نمر بها وهذا طبعا أمر ليس حقيقي لأن بالواقع فإن الاقتصادات كما قلت مرت بأزمة بعدة أسباب بسبب السلع الذي أثر لكثير من الدول كالبرازيل ولذا فهي مشكلة عالمية الأكيد أننا ينبغي أن لا نعود إلى العالم الوقائي الذي كنا نمتاز به قبل الثلاثينات في القرن العشرين لأن هذا سوف يسهم بزيادة الحال سوءا ولن يسهم بتطويرها أو تحسينها نعم ربما يمكن أن أضيف تعليق آخر حول مزايا التجارة الحرة في منظمة التجارة ونظام التجاري العالمي لأنه عموما كان مفيدا جدا إنشاء منظمة التجارة العالمية طبعا وبدخول الصين في مؤتمر الدوحة حيث كنت حاضرا في تلك الاجتماعات وقد أسهمت كثيرا في التجارة العالمية ولكن هذا النمو في العشرين سنة الأخيرة لم تستفد منه معظم الدول أو كل الشعوب لذا ربما أن هناك شعورا عموما أو فهما من قبل الرأي العام أن التجارة الحرة والعولمة ومنظمة التجارة العالمية لم تكن مفيدة للعالم وأعتقد اليوم أننا نواجه تحديا كبيرا لأن هناك الكثير من الشعوب في الدول منها ببرازيل الذين يتساءلون هل كانت العولمة جيدة هل كانت العولمة سيئة للشعوب عموما ولسكان العالم إذن بعد عشرين عام من إنشاء منظمة التجارة العالمية فإننا نمر بهذه اللحظة المصيرية أو الحاسمة لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي بحيث يمكن أن نستعيد مفهوم أن التجارة الحرة ولبرالت أو انطلاق التجارة هي هامة هذه اللحظة حاسمة نعيش بها الآن لأننا نربط هذا بالذين لم يستفيدوا من العولمة هل نستطيع أن الدول التي لديها أنظمة متقدمة أكثر وقوانين أفضل للتجارة هي التي استفادت أكثر من التجارة العالمية؟ ليس بالضرورة لأننا إذا أخذنا عن مثلا حالة الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن أمريكا مع مكسيك وكندا كانت من رواد إنشاء نافتة أو اتفاق شمال أمريكا للتجارة واليوم مع انتخاب السيد دونالد ترامب وخلال حملته فقد انتقد بشدة نافتة بحيث أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من الوظائف بسبب اتفاق التجارة الحرة إذن هذا الجزء من هذا المفهوم أو الفهم الذي تحدث عنه أن هناك شعورا عاما بأن فتح الحدود وتحرير التجارة وأن تكون أكثر فتاحا على الاستثمار بدلا من خلق فرص العمل ومساعدة الناس هو يدمر فرص العمل وهذا هو التحدي هذه هي اللحظة الحاسمة الذين عيشوها في 2016 في لقاءات الاسبا القمة العربية الأمريكية الجنوبية هناك بعيدا عن الاقتصاد أيضا ملفات سياسية ودعمت دول أمريكا الجنوبية العديد من القضايا العربية وعلى الأسيا قضية فلسطين نعم صحيح أن اسبا وآليات عملها تتعلق ببعض القضايا السياسية وبالواقع فهناك كثير من الأشياء المشتركة مع الدول العربية وكثير من المواقف السياسية الثنائية وعلى مستويات أخرى خاصة بالنسبة لقضية الفلسطينية كانت فلسطين كانت البرازيل دولة رائدة أو الحكومة البرازيلية أخطرت الحكومة الفلسطينية بأنها تعترف بفلسطين كدولة بناء على حدود ما قبل 1967 وهذا هامل وبالطبع وهي أيضا مع حل الدولتين إذن بعد قرارنا في 2010 بالاعتراف بفلسطين كدولة فالكثير من دول الأمريكا الجنوبية حذونا في هذا المجال وهي تدعم الاعتراف بفلسطين كدولة وبالتالي فإننا ندعم حل الدولتين لدولتين منفصلتين فاصل قصير ساعة السفير ثم نعود إليك ظهور داعش في سوريا والعراق هل هناك تعاون أمني بين نجهات السعودية ونجهات البرازيلية في البرازيل كيف تنظرون إلى الأزمة اللي في سوريا يعني ربما نشهد هذه الأيام مجزرة إنسانية غير مسبوقة في حلب كيف تنظرون الأزمة في اليمن خصوصا منذ الإقلاب الذي حصل فيه 2014 هل تعتبرون حزب الله منظمة إرهابية؟ برأيي فإن العالم اليوم يمر بمصاعب اقتصادية لم يتعفى الآن من هذه المشاكل الاقتصادية منذ عام 2008 وإبناء 2009 الأكيد أننا ينبغي أن لا نعود إلى العالم الوقائي الذي كنا نمتاز به قبل الثلاثينات في القرن العشرين لأن هذا سوف يسهم بزيادة الحال سوءاً ولن يسهم بتطويرها أو تحسينها فتح الحدود وتحرير التجارة وأن تكون أكثر فتاحاً على الاستثمار بدلاً من خلق فرص العمل ومساعدة الناس هو يدمر فرص العمل وهذا هو التحدي هذه هي اللحظة الحاسمة الذي نعيشها في 2016 الحكومة البرازيلية أخترت الحكومة الفلسطينية بأنها تعترف بفلسطين كدولة بناءً على حدود ما قبل 1967 وهذا هم سعادة السفير فلافيو ماريغا مرحباً بك مجدداً أحد النقاط التي تم مناقشتها في قمة الدول العربية مع الدول الأمريكية اللاتينية هو الجزر ذات الخلاف بين الأرجنتين وبريطانيا وهي الجزر التي تسمى بالإنجليزية فولكلاند أو بالأسباني مالفينس الأديب الشهير الأرجنتيني خوسي لويس بورغس يسمي هذا الصراع أنه صراع بين الرجلين أقرعيني على مشت نعم لنبدأ كما قلت فإن جزر فولكلاند هي التعبير الذي يستخدمونها باللغة الإنجليزية وفي اللغة الإسبانية نقول مالفينس أو لاس مالفينس أرهنتينس الجزر هي أرجنتينية وهذا كان موقف البرازيل منذ بدء ذلك النزاع كنا دائما نعترف بالشرعية الأرجنتينية على الجزر منذ أن تولتها أو خرجت البريطانيا في 1883 كان موقفنا دائما منذ ذلك الوقت واضحا جدا بحيث أن السيادة على تلك الجزر هي للأرجنتين في الستينات من القرن العشرين عندما كانت هناك عملية إزالة الاستعمار في الأمم المتحدة فكانت القرارات التي اتخذت من قبل الأمم المتحدة بما يخص كيف يمكن إزالة الاستعمار وبالتالي خرجت القرارات بما يخص تلك الجزر أيضا هذه قضية كانت قائمة لأكثر من نصف قرن وهناك قرارات دولية تقول أن يجب على الطرفين أن يتفاوض ويجب أن يتوصل إلى حل تفاوضي لتسليم أو إعادة هذه الجزر إلى الأرجنتين بالواقع كانت هناك حرب في مطلع الثمانينات من قرن العشرين ما بين الأرجنتين والمملكة المتحدة حول السيادة على تلك الجزر وبالنهاية فربحت المملكة المتحدة الحرب واحتفظت بالجزر تحت سيادتها هذه القضية كانت مستمرة لسنوات طويلة خلال الحرب كان من المهم أن نقول أن السفارة في لندن لأنهم قطعوا العلاقات الدبلوماسية كنتيجة للصراع فسفارة البرازيل في لندن كانت مسؤولة عن الشؤون الأرجنتينية في المملكة المتحدة وكانت السفارة السويسرية في بوينوس آيرس هي التي تتعامل مع الشؤون البريطانيين أو المصالح البريطانية في الأرجنتين كما ترى إذن كانت البرازيل دائما جزءا من هذه القضية هي ليست أمرا جديدا على علاقاتها مع المملكة المتحدة إذن كانت هكذا منذ بداية المشكلة في القرن التاسع عشر هل ترون هذه المشكلة في طريقها إلى الحل؟ هناك تطورات هامة في عهد الرئيس مانين كان هناك توجه للوصول إلى حل تفاوضي الأمر شائك لأنه كما ترى أنه يجتمل أيضا على الممتحدة على ثقة أن في المستقبل سوف يتم التوصل إلى نتيجة حول هذا الموضوع من جهة أخرى علينا أن نعرف أن البلدين قد فقد أرواحا وجنودا في تلك الحرب في عام 1982 لذا هذه قضية شائكة قضية صعبة لكل الجانبين لكي يصلوا إلى حل تفاوضي نهائي كيف تنظرون إلى ملف الإرهاب خصوصا مع ظهور داعش في سوريا والعراق؟ أولا أود القول أن الإرهاب هو مشكلة تواجه كل الدول والبرازيل وحتى عندما الشعب البرازيلي وحكومة البرازيل ندين كافة أشكال الإرهاب نحن نكرر دائما أن الإرهاب لا يؤدي إلى حل بغض النظر مهما كانت الدوافع لذا في حالة داعش هي الظاهرة الحالية حول الإرهاب وكما قلت فإننا ندين كافة أشكال الإرهاب حاليا الحمد لله فلم نتعرض لهجمات من داعش في البرازيل ولكننا نعتقد أن الأسرة الدولية ينبغي أن تعمل بقوة وبحزم لمواجهة هذا هي الكراهية لأنها نوعا من أنواع أو شكل أشكال الكراهية التي تؤثر على الكثير من دول العالم منذ يومين مثلا كانت هناك هجمات في تركيا كانت هناك هجمات في إفريقيا وأيضا في القاهرة ضد الكنيسة القبطية في مصر هذا يظهر لك حجم هذه المشكلة التي أبتلي بها العالم كلا وينبغي على الدول العالم أن تتحب ضدها هل هناك تعاون أمني بين الجهات السعودية والجهات البرازيلية؟ نعم هذا جانب أعمل عليه منذ وصولي إلى هنا لأنني دعيت من قبل جامعات النايف للعلوم الأمنية وأعتقد أن بهذه الحالة يمكن أن تستفيد كثيرا من خبرة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتعزيز القوى الأمنية كنتيجة طبعا تحدث مع السلطات في برازيليا وحاليا الشرطة الفدرالية مهتمة جدا بإرسال ضباط شرطة من الشرطة الفدرالية وهو ما يعادل مثلا الـ FBI في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يخضعوا لكورسات والاستفادة من خبرة السعوديين في مكافحة الإرهاب هناك وكالتين أيضا في البرازيل يمكن لها أن تستفيد والوكالة البرازيلية للمعلومات وقوى الأمنية الفدرالية التي أسست في السبعينات إذن عندنا تطورات جديدة في البرازيل لمكافحة الإرهاب وأمامنا الكثير لكي نتعلمه أعتقد أن هذا هو من التعاون مع الحكومة السعودية ومع جامعة نايف للعلوم الأمنية تساعدنا كثيرا هل هناك تعاون دفاعي بين ممكة العربية السعودية والبرازيل؟ لدينا في الماضي اتفاقية في الثمانينات 1984 حول التعاون العسكري الصناعي لنقل التكنولوجيا من البرازيل إلى المملكة العربية السعودية لبناء المدرعات ولكن للأسف مع حرب الخليج هذه الاتفاقية لم تثمر والآن نحن نعمل على إمكانية التفاوض حول اتفاقية جديدة في قطاع الدفاع لأن لدينا شركات برازيلية تنتج معدات دفاعية تدعم القوى السعودية يثار دائما عن حزب الله أنه يقوم بنشاطات في أمريكا الجنوبية منها للتجارة بالمخدرات وغسيل الأموال وربما في صحيفة الاندبندنت نشرت في فبراير الماضي أن أعضاء من حزب الله تم القبض عليهم عبر الـ DEA اللي هي الـ Drug Enforcement Administration أو إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية باتهامهم أنه كانوا يستخدمون أموال استخدمت في بيع المخدرات في بعض دول أمريكا الجنوبية لتسليح النظام في سوريا كما قلت لك فإن أمريكا الجنوبية عموما والبرازيل خصوصا كانت بعيدة عن الإرهاب أو الهجمات الإرهابية في الماضي كانت هناك مشاكل وبعض المعلومات حول الشؤون الحدودية ما بين البرازيل، البراغوي والأرجنتين لأنها تلك منطقة نستقبل فيها الكثير من المجموعات خاصة السوريين هي آخر موجات الهجرة إلى البرازيل، البراغوي والأرجنتين والتي تركزت في هذه المنطقة الحدودية منذ بضعة سنوات بدأنا نتلقى معلومات أنه يمكن أن يكون هناك احتمالية منظمات إرهابية تعمل في تلك المنطقة ولكن حاليا لم يثبت هذا في الوقت الحالي لم نكن هدفا لأي منظمات إرهابية أو أعمال إرهابية في البرازيل إن كانت من حزب الله أو داعش أو أيها هل تعتبرون حزب الله منظمة إرهابية؟ بما يتعلق به ينبغي دائما أن ننظر إلى ما تقره الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية إذن هذا سؤال صعب جدا لأنه يعتمد على نوع النظرة التي تملكها حيال القضية في البرازيل كيف تنظرون إلى الأزمة التي في سوريا؟ يعني ربما نشهد هذه الأيام مجزرة إنسانية غير مسبوقة في حلب ما هي رؤيتكم للوضع وما هو رؤيتكم للحل أيضا في سوريا؟ بما يتعلق بالأزمة السورية والمناسبة فهو أمر أنا شخصيا وأعتقد أنه باسم الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي نحن نستنكر هذه الأحداث وما حدث في السنوات الخمس أو الست من هذا النزاع الحكومة البرازيلية كانت دائما واضحة بموقفها بما يتعلق بالصراع السوري لأنه ينبغي أن يكون هناك حل تفاوضي يجتمل على كافة الشركاء لكي يصلوا إلى حل للنزاع لا نعتقد بحل سياسي للوصول إلى حل الأزمة السورية كبالواقع عندما تم تعيني هنا منذ 25 سنة أنا وزوجتي زرنا سوريا هو بلد جميل للغاية وعودنا بذكريات جميلة جدا لما رأينا من صفحات من الحضارة التي مرت في سوريا واليوم عندما نرى كل هذا الدمار كنتيجة للخيار العسكري فإننا حزينون للغاية لهذا السبب ما زلنا ندافع عن أن الحل التفاوضي السياسي الذي يجتمل على كافة الأطراف هو الحل السوري وأن نتيجة مؤتمر جينيفا واحد هي الأساس للتوصل إلى حل نهائي لهذا الصراع التراجيدي سعاد السفير فلافيو ماريغا أنت سفير في المملكة العربية السعودية وسفير غير مقيم في اليمن أيضا كيف تنظرون الأزمة في اليمن خصوصا منذ الانقلاب الذي حصل فيه 2014 بدخول الحوثيين إلى صنعها نعم كما أشرت أيضا بالإضافة إلى السعودية فإنني مسؤول أيضا عن اليمن كجزء من مهمتي هنا في الرياض وتوقفت أعمالنا عندما بدأت الأعمال في اليمن منذ سنتين كنا دائما على جهة أبو منصور هادي نحن ندافع عن شرعيته كرئيس لليمن وينبغي أن يعود إلى الحكومة اليمنية بهذا الشكل فإن في الثالث من أكتوبر من هذا العام قدمت أوراق الاعتماذي للرئيس هادي هنا في الرياض لأنه منذ وصولي في 2014 لم أتمكن من السفر إلى صنعاء لكي أقدم في عاصمة اليمن أو الأوراق اعتمادي كسفير لذا وافقت حكومة البرازيلية أن يتم هذا الأمر هنا في الرياض وفعلت ذلك وقدمت هذه الأوراق في الثالث من أكتوبر وأعتقد أن بهذه اللفتة نعبر كحكومة برازيلية عن دعمنا المستمر للحكومة الشرعية وللرئيس هادي كرئيس شرعي للحكومة الشرعية وبالتالي ينبغي أن يعود كحكومة يمنية هل تسعى البرازيل كدولة كبرى إلى الضغط على حلفاء الحوثيين وصالح إلى القبول بحل سياسي وتجنب استمرار الحرب من المهم القول أن البرازيل هي جزء من مجموعة أصدقاء اليمن والتي كانت جزء من التعاون بشأن اليمن هناك تجارة هامة بأكثر من 100 مليون دولار مع اليمن أكثر من 400 مليون دولار قبل بدء هذا النزاع طبعا الآن انهارت هذه الأرقام إلى أرقام أصغر من ذلك اليمن هي من منتجات زراعية من البرازيل إذن كما ترى كان دائما هناك لنا مشاركة مع اليمن ولكن بعيد عن هذا النزاع نحن لا نشارك مباشرة في المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي أو نتيجة نهائية للنزاع ما هي فرص الحل السياسي في اليمن خصوصا بعد فشل مفاوضات الكويت التي امتدت لأكثر من أربعة أشهر كنا نتابع عن كثب هذه المسألة وكما قلت لكم أننا كنا دائما من وجهة نظر المبدأ أنه ينبغي أن يكون حل تفاوضي وطبعا مع الأطراف عندما يتوصلون إلى اتفاق حيث يعود الرئيس الشرعي والحكومة الشرعية ويعودوا إلى العملهم الطبيعي فهذا كان دائما موقفنا منذ مفاوضات الكويت وحتى قبل ذلك فاصل أخير ساعات السفير ثم أنا أعود إليك من الصعب أن نتحدث مع السفير البرازيلي ونتجاوز مسألة كرة القدم البرازيل جذبت عبر السنوات العديد من الجاليات يعني ربما عدد اللبنانيين والسوريين الموجودين في البرازيل يتجاوزون عدد الموجودين في بلدانهم الأصلية بل أنه أكبر جالية يابانية خارج اليابان موجودة في البرازيل ما هو السرف؟ ساعات السفير فلافيو ماريغا تتحدث خمس لغات هذا شغف ولا دبلوماسية يقال اليوم أن العالم اختلف ولا يجب أن تبقى فقط خمس دول في مجلس الأمن هي التي تنتلق تحق الفيتو لم نتعرض لهجمات من داعش في البرازيل ولكن أنا نعتقد أن الأسرة الدولية ينبغي أن تعمل بقوة وبحزم لمواجهة هذا هي الكراهية لأنها نوع من أنواع أو شكل أشكال الكراهية التي تؤثر على الكثير من دول العالم تحدثت مع السلطات في برازيليا وحاليا الشرطة الفيدرالية مهتمة جدا بإرسال ضباط شرطة من الشرطة الفيدرالية وهو ما يعادل مثلا الـ FBI في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يخضعوا لكورسات والاستفادة من خبرة السعوديين في مكافحة الإرهاب واليوم عندما نرى كل هذا الدمار كنتيجة للخيار العسكري فإننا حزينون للغاية لهذا السبب ما زلنا ندافع عن أن الحل التفاوضي السياسي الذي يشتمل على كافة الأطراف هو الحل السوري أهلا وسهلا بكم مجددا في الجزء الأخير من حلقة اليوم من حوار دبلوماسي ضيفنا فيها السفير البرازيل في المملكة العربية السعودية والسفير الغير المقيم في اليمن السيد فلافيو ماريغا أهلا وسهلا بكم مجددا سعادة السفير كيف يمكن تحسين مستوى التبادل الثقافي بين البرازيل والمملكة لنبدأ أو أود أن أقول أن من السهل جدا أن تكون ممثلا للبرازيل في السعودية لأن عندما مجرد أقول أنني من البرازيل ليس بالضرورة أنني سفي البرازيل فورا يبتسم لي السعوديون هناك صورة إيجابية لنا جدا في السعودية بغض النظر عن التبادل الثقافي الذي بيننا حاليا لا يوجد هناك اتفاقيات حول التبادل الثقافي رغم وجود بعض المبادرات وأعتقد أن هذه الصورة الإيجابية هي بسبب كرة القدم طبعا بسبب لعبي كرة القدم الذين أتوا في السبعينات لكي يلعبوا في الفرق السعودية والأندية وأيضا المدوربين ومدراء الفرق هذه الرابطة الثقافية تأتي من خلفية شرحناها قبل حول أثر العرب عبر الأندلس وانتقالها إلى أمريكا الجنوبية لذا كحقيقة فنحن ثقافيا نشعر بتقارب فيما بيننا نحن نشترك بالكثير معا هناك حضور ثقافي قوي في البرازيل نظمنا كأس العالم مثلا بمبادرة من وزارة الثقافة السعودية والتي كانت الأيام الثقافية السعودية نظموا أسبوعا ثقافيا في البرازيل عرضوا به التراث الموسيقي والفولكلوري والتراث الحرف اليدوية وكل أنواع النشاطات الثقافية السعودية وكان نجاحا هائلا كثير من الناس حضروا وزاروا هذا يعطيك طبعا فكرة عن أن أي نوع من الفعاليات تجتذب الشعب البرازيلي وبالعكس هل هناك عمل على ترجمة روايات أو كتب بين البلدين إقامة مسرحيات تعريف بموسيقى البلدين نعم فيما يتعلق بالحكومة البرازيلية هناك بعض المنشورات التي تتحدث عن العمارة البرازيلية والأزياء البرازيلية والتي ترجمت للغة العربية لكي تساعد على نشر ثقافتنا في السعودية والدول العربية عموما لكن في مجال الأدبي فإن أهم الأعمال هي التي اهتم بها مكتبة أسبا ومن النتائج هذه الآلية أسبا التي تحدث عنها الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية هي إيجاد مكتبة مشتركة في سيو باولو في البرازيل وأخرى في الجزائر وهذه المكتبة تقوم بعمل جميل جدا بترجمة الأدب البرازيلي إلى اللغة العربية وأيضا بترجمة الأدب العربي إلى اللغة البرتغالية وكنتيجة بالوقت تحدثت مع مدير مكتبة الملك عبد العزيز لكي نقترح نوع من التبادل بحيث يمكن أن ننشر كتب من الأدب البرازيلي لأن لدينا حركة أدبية متطورة في مجال أدب الأطفال في البرازيل نحن نعمل على هذا البرنامج والذي يمكن له مكتبة الملك عبد العزيز أن تنشر كتبا من الأدب البرازيلي طبعا أدب الأطفال باللغة العربية بما ينشر ثقافتنا في المملكة العربية السعودية من الصعب أن نتحدث مع السفير البرازيلي ونتجاوز مسألة كرة القدم ما سر هذا الشغف بكرة القدم في البرازيل؟ نعم أحب دائما أن أذكر بكلمات ديبلوماسي بريطاني سابق كان في مستر بيتر هيب الذي عرفته في خدمتي في لندن كان دائما يمازحنا أننا البريطانيون أوجدنا هذا الجزء وأنتم اهتممتم به بشكل جيد طبعا البرازيل هي الدولة التي كانت بطل العالم في كرة القدم خمس مرات لدينا شغف كبير بكرة القدم كرة القدم هي دخلت البرازيل في بداية القرن العشرين وأصبحت شغفا للناس لأن الجميع الكل من أي خلفية اجتماعية في البرازيل الملاعب متوافرة ومنتشرة في المدارس في الحدائق هي جزء من حياتنا اليومية وكما قلت لك في حالة السعودية كبير من صورتنا الإيجابية يتعلق بكرة القدم ووجودنا هنا منذ السبعينات وطبعا أيضا مع القهوة أتفق معك لذا اليوم كرة القدم يعني منتشرة جدا في كل ألحاء العالم ولهذا فإن البرازيل لم تعود هي الدولة الوحيدة التي تحتكر أو التي تعتبر قوة في مجال كرة القدم ولكن ما زال لدينا هذا الشغف والحب لكرة القدم وتعرف أن عندنا ملايين وملايين البرازيليين الذين يلعبون الذين يشجعون الفرق ومن المهم جدا أن نقول أن كأس العالم في 2014 أتت لنا الكثير من المعاصرة إلى ملاعبنا بنينا 12 ملعبا جديدا وفقا لمعايير الفيفا لاستضافة كأس العالم واليوم هذا ساعد على إيجاد دعم أكبر ويشراك عدد أكبر في هذه طبعا اتحاد كرة القدم كان فيه 20 فريق من كل البرازيل ولكن لدينا أيضا الاتحاد الثاني أو الاتحاد بي والاتحاد سي إذن لدينا ثلاثة بطولات مختلفة لثلاث مستويات مختلفة من الفرق التي تلعب في البرازيل هذا على مستوى البلد على مستوى الدولة فهناك بطولات على مستوى الدولة إذن في الجزء الأول من العام هناك بطولات الدولة مع الفرق الاحترافية وفي الجزء الثاني من النصف الثاني من العام لدينا البطولات الوطنية التي تشمل على الأندية من كل المناطق هل تعتقد أن كرة القدم قد تسهم في تحسين علاقات الدول أو العكس في الواقع كما قلت منذ وصول اللاعبين البرازيل الأول إلى السعودية الأشهر والذين أسمى هوبرتو هوبالينو مثلا كان يلعب في نادي الهلال منذ وصول أول اللاعبين والإداريين إلى السعودية كانت نعم والمدربين زاقالو كالزومبيرتو لويس فليبوس كولاري كل هؤلاء المدربين كانوا مدربين في المنتخب الوطني ولمدرب أو مدير يصبح مدير في هنا هو حلم لكل مدرب إذن أغلب المدربين الوطنيين في مرحلة ما من حياتهم عملوا في السعودية هذا التعامل طبعا كان مستمرا لسنوات طوال طبعا الآن نحن نعمل على توسيع أطر التعاون في مجالات رياضية أخرى في العام الماضي مثلا في اللجنة المشتركة السعودية البرازيلية وقعنا اتفاقية تعاون في قطاع الرياضة وبوجود الوفد السعودي في اللجنة الأولمبية في البرازيليا والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد نرى هناك أفق جديد للتعاون ما بيننا في مجال الجوجيتسو والفنون والألعاب القتالية إذن هذا يفتح لنا صفحة جديدة من التعاون في مجال الرياضة يعني بما لا يبقيه فقط في إطار الكرة القدم منذ السبعينات كيف تقيمون السياحة في البرازيل ما هي أبرز الماكن هناك التي يجب أن تزار السياحة في البرازيل هي برازيل بلد كبير جداً لدينا أكثر من ثماني مليون كيلومتر مربع من الأرض وهي تعادل ثلاث مرات مساحة المملكة العربية السعودية وهذا يعطينا تروعاً هائلاً من المناطق للتنقل والسياحة هناك ثمانية آلاف كيلومتر من الشواطئ لدينا أكبر مثلاً غابة الأمازون هناك بانتاناو وهي منطقة جميلة للغاية للصيد والحياة النباتية إذن حسب الفصل أو الوقت الذي تتواجد فيه في البرازيل فيمكن تقوم بهذه النشاطات أو الفعاليات يسألني السعوديين أين يجب أن يذهبوا أقول هذا يعتمد كم ستمكثون إذا بقيت أسبوعين فهذا النوع من المناطق وإذا جلستم أكثر فهناك مناطق أخرى المناطق الأكثر زيارة هي ريو دي جينيرو هي العاصمة السابقة أيضاً ساو باولو ديغوا سوفولز في ما بين البرازيل باراقوي والأرجنتين وهي الشلالات الأجمل في العالم ولكن أيضاً زيارة الأمازون الجزء الشمالي الشرقي حيث هناك الشواطئ الخلابة في سنوات 2014 خلال كأس العالم كان هناك أكثر من حوالي سبع ملايين زائر قدموا إلى البرازيل كانت علامة جديدة بالنسبة لنا هذه أسهمت بشكل كبير كان هناك أكثر من ستمائة ألف زائر لكأس العالم وهذا استمر هذه العام مع الأولمبياد في ريو في بورت في إمبراتور وهو الهيئة التي تنظم السياحة في البرازيل كل ما أقوله للسعوديون هو زورونا في البرازيل وأنا على ثقة أنكم ستحبونها كأخوانكم الذين زاروا البلد وأبدو إعجابهم بها البرازيل جذبت عبر السنوات العديد من الجاليات يعني ربما عدد اللبنانيين والسوريين الموجودين في البرازيل يتجاوزون عدد الموجودين في بلدانهم الأصلية بل إنه أكبر جالية يابانية خارج اليابان موجودة في البرازيل ما هو السر؟ نعم البرازيل كدولة هجرة جديدة نتلقى مهاجرين من كل أنحاء العالم هناك أول وجود أوروبيكا من البرتغال منذ القرن السادس عشر وفي القرن التاسع عشر بدأنا نتلقى المهاجرين العرب طبعا ينبغي ألا ننسى أيضا الأفارقة الذين قدموا إلى البرازيل للعمل في ملاجم الذهب كارقاء في البداية وأسهموا كثيرا في بناء البرازيل في القرن التاسع عشر وصل إلنا السوريون واللبنانيون في حوالي 1860 وبعد ذلك الوصول المهاجرين الأوروبيين في مطلع القرن التاسع عشر كانت هناك الموجة الأولى من اليابانيين لكي يعملوا في قطاع البن والقهوة اليوم نقول أن لدينا أكبر جماعة من اليابانيين من خارج اليابان وهناك أيضا الطليان أو الإيطاليون الذين توجهوا إلى البرازيل في نهاية القرن التاسع عشر وأيضا من جنسيات أخرى السبب الذي دفعهم للهجرة إلى البرازيل هو البحث عن للتعرف على أمريكا للبحث عن فرصة جديدة في الحياة في أغلب الحياة كانوا يغادرون دولهم في ظروف صعبة ظروف اقتصادية سياسية وكانوا يتوجهون إلى البرازيل أو إلى الدول الأخرى التي تلقى المهاجرين بحثا عن حياة أفضل وعن وسائل معيشة واقتصاد أقوى لكي يتمكن من العيش هذه كانت حالة البرازيل ومنفتحين على مختلف الثقافات طبعا وهذا كنتيجة وجود هذه البوتقة التي امتزجت بها تلك الثقافات نحن مفتحون على كافة الثقافات وهذا موجود في موسيقانا في موسيقانا هناك تأثيرات أفريقية هناك آثار من الموسيقى العربية أيضا أيضا في الفنون الجميلة في العمارة أيضا هناك حركة معمارية جديدة بدأت في الخمسينات من القرن الماضي أعتقد أن هذه التعبيرات الثقافية غنية جدا في البرازيل وهي نتيجة لهذا التواجد لهؤلاء المتحدرين من مختلف الثقافات سعاد سفير فلافيو ماريغا تتحدث خمس لغات هذا شغف ولا دبلوماسية نعم هذا سؤال جيد جدا التحدث باللغات هو جزء من مهنتنا ينبغي أن أتحدث بلغات أخرى غير اللغة التي تولت بها ولهي لغة البرتغالية عندما وصلت إلى الرياض كانت لدي النية لتعلم اللغة العربية ولكن أعبائي كانت كثيرة لدرجة أنني لم أتمكن من تكريس الساعات المطلوبة لكي أتعلم اللغة العربية ولكن أود القول أن زوجتي منذ وصولها كانت تدرس اللغة العربية والآن يمكنها أن تقرأ وأن تكتب اللغة العربية وأن تتحدث بضع الجمل وكلمات فإن لم أتمكن أنا من قيام بذلك فعلى الأقل زوجتي تقوم بهذا العب ويصعدني رؤية ذلك قال اليوم أن العالم اختلف ولا يجب أن تبقى فقط خمس دول في مجلس الأمن هي التي تمتلك حق الفيتو وهناك حديث أنه فيه البرازيل والهند واليابان وألمانيا هي دول أيضا كبيرة وتستحق أن تكون دول دائمة العضوية نعم أعتقد أنك تتحدث عن الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي البرازيل واليابان كانت الدولتين الموجودتين كأعضاء غير دائمين خلال هذه السنوات التي وجدت فيها مرضمة الأمم المتحدة ولكن رأينا أن الأمم المتحدة عندما تم إنشاؤها بنهاية الحرب العالمية الثانية هي ليست العالم يعني لا تعبر عن الواقع حاليا يعني أن هناك دول هامة كاليابان كالبرازيل كالهند كألمانيا التي لم تكن عضوا في مجلس الأمن وبالتالي فإننا ننتمي إلى مجموعة تسمى جي فور كنا نتحدث عن إصلاح في مجلس الأمن بمعنى أن يضم أعضاء دائمي العضوية أكثر أكثر من الخمسة الموجودين حاليا والذين تمتعون بقوة الفيتو والذين اعتبروا أيضا أداة لتعطيل العدالة الدولية في حالة النزاعات الدولية ونرى ذلك أيضا بوضوح في الحالة السورية لعشر سنوات كنا نطالب بالتغيير في مجلس الأمن الدولي وإدخال دول جديدة لعضويته الدائمة هذه المفاوضات بطيئة للغاية ولم تصل إلى أي تقدم من المهم أن نشير هنا إلى أن هناك كثير من الرؤية المشتركة مع السعودية حيال أهمية أو الحاجة إلى تطوير عمل مجلس الأمن الدولي وععادة النظر بحق النقض الفيتو لأننا نعتقد أنه لا يسهم بالقانون الدولي سعاد السفير منظمة البريكس التي تضم بالإضافة إلى البرازيل الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا ما هي أهدافها؟ نعم من المهم أن نشير إلى أن مصطلح بريكس هو أولاً أوجد انتشر من قبل جولدمان ساكس الذي رأى في عام في مطلع 2000 هو نشوء هذه الدول الخمسة البرازيل، الهند، روسيا، الصين، وجنوب أفريقيا من الوجهة الاقتصادية من هذه النظرة لبريكس البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا هذه الفكرة ولدت حركة لإيجاد هذه المجموعة والتي أصبحت رابطة أقوى رؤساء دول هذه الدول الخمسة يجتمعون سنوياً كل عام لكي يتشاوروا حول شؤون السياسات الاقتصادية والتجارة وكافة القضايا المتعلقة بهذه الدول الخمسة أحد الإنجازات الهامة حالياً هو إيجاد بنك بريكس وهو بنك تم إنشاؤه برأس مال 100 مليار دولار لتمويل المشاريع التنموية والمشاريع البناء التحتية في الدول الخمسة إذن كما ترى لدينا في السنوات التي وجدنا بها مثال حي كالبنك بريكس والذي سيؤمن البناء التحتية والتنمية في الدول سعدت السفير في نهاية الحوار لأملك الأن أشكرك واذا كان لك كلمة أخيرة ربما ينبغي أن أعود إلى بداية الحوار لأقول أنها كانت فرصة وشرف كبير لأن أمثل البرازيل والحكومة البرازيلية في المملكة العربية السعودية لدينا إعجاب وشغف كبير بالثقافة والمملكة العربية السعودية التي تقوم بإنجازات هائلة جدا في التنمية والاقتصاد لأن التنمية الاقتصادية ينبغي أن تترافق مع التنمية الشمعية أي أن هناك تواصل أكبر مع التعليم والتنمية الثقافية وأعتقد أن السعودية قامت بعمل هائل جدا كقيادة وحكومة سعودية قامت بأعمال ومنجزات هائلة جدا بعمل التوزيع الثروة والتي تأتي من النفط هناك خطة جديدة رؤية عشرين ثلاثين والتي تحاول أن تنوع من الاقتصاد ونرى أن الكثير من ثراء المملكة طبعا يأتي من النفط ولكنني أعتقد أن الحكومة استطاعت من إدارة شؤونها وأن تصل بالدولة والمواطنين إلى مستويات أفضل شرف كبير لي طبعا أن أعود لأن أرى هذا التنمية والتطور وأشهده في السنوات الخمسة وعشرين شكرا جزيلا سفير البرازيل في المملكة العربية السعودية والسفير الغير مقيم في اليمن السيد فلافيو ماريغا ضيف حوار دبلوماسي اليوم إلا نلقاكم في حلقة قادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة